على صعيد آخر وخلال اجتماعه بممثلي الحملة الدولية للدفاع عن القدس عرب المطران خريستوفوروس عن ثنائه للجهود الرامية لتثبيت هوية القدس الإسلامية والمسيحية والحفاظ على عروبتها في مواجهة ممارسات سلطة الاحتلال في المدينة المقدسة خاصة ما يتعلق بالمناهج التعليمية وخلال اللقاء ناقش المجتمعون الأزمة التي تمر بها مدرسة مارمتر الثانوية التابعة لبطرياركية الروم الأرثوذوكس في القدس وفي ختام الجلسة وعد المطران خريستوفوروس بإثارة الموضوع في أول اجتماع يضم كافة الكنائس المسيحية في الأردن وفلسطين